ما معنى الحديث الشريف في حال صحته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير إليهم إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة الحديث رمز له السيوطي الجامع الصغير لأنه حسن نعم لأنه حسن حديث حسن ومعناه واضح أن الله سبحانه وتعالى اختص بعض الناس بقضاء حوائج المحتاجين واختصهم بأن مكنهم من قضاء حوائج الناس بمالهم وبجاههم وبعلمهم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده وهؤلاء العباد الذين اختصهم الله بهذه الخاصية المراد حال وجودهم في الحياة الدنيا ومع الناس لا بعد وفاتهم كما يظن المخرفون الذين يتعلقون بالأموات والله أعلم أحسن الله إليكم